بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عناصر الرحمة التي نلحظها وهي كلماء تسري في الورد التعاون وقيمة التعاون يقول ربنا سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان التعاون أن نعمل كفريق واحد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الإمام ليؤتم به فإذا رأيتمه راكعا فاركعوا وإذا رأيتمه قائما فقوموا التعاون قال لينوا في أيدي إخوانكم ساووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري الصف في الصلاة لابد أن يستقيم فكان يقول فيما أخرجه النساء استووا استووا هذا الاستواء في الصف يربي الإنسان على التعاون لابد أن نتعاون في بناء بلدنا لابد أن نتعاون في الانطلاق في المستقبل وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة كل عظمة سلامة من الناس عليه صدقة الإنسان فيه 360 سلامة يبقى إذن علينا 360 كل يوم تطلع فيه الشمس يعني كل يوم علي 360 صدقة يبقى لابد أن الصدقة هنا هيتسع معناها من المعنى أن أنا أدي فلوس للفقراء لأنكم لن تسعوا الناس بأموالكم النبي بيقول كده فأجيب صدقة منين 360 كل يوم قال تعديلوا بين الناس صدقة وتعينوا الرجل على دبته صدقة يعني هو عايز يركب الفرصة بتاعته فأنت ساعدته كده تعاونه يبقى صدق هيتحسب لك صدق في واحد عايز يشيل المأطف فقراصه كده المتاع بتاعه يبقى ده صدقة والكلمة الطيبة صدقة كلمة الطيبة شوف الرحمة كلمة الطيبة دي ما يجيش الله بالرحمة التعاون ده ما يجيش الله بالرحمة كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة تميت الأذى عن طريق الناس صدقة تخيل انك انت وانت بتوميت اشرة موز علشان محدش يتزحلق فيها صدق يبقى اذا قادي معنى التعاون التعاون في كل شيء طيب ده أنا بنحي وأميط الأذى عن الطريق فهل يجوز لي أن أنا أرمي الزبالة في الطريق إذا كان أنا مأمور أن أزيل هذه القزورات وأزيل هذه المؤذيات فما بالك بإلقائها يبا إذا الذي يلقيها وفي الحقيقة بيرتكب إثم ولأنه لا يتعاون مع المجتمع لأن التعاون مع المجتمع من الرحمة إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة